انتظمت المهرات واستعدت ومن جهاز الانطلاق اندفعت على بركة الله في خامس الأشواط مهرات الثلاث سنوات التي لم تربح مسافة السباق إلى 1400 متر هنا الاندفاع سريع تبدأ لأكثر من مهرة هنا تتضح صورة الانطلاق إذن موضي تبدأ السباق ابنة American Freedom وأيضا نشاهد محبار الأعلى تصنيف في هذا الشوط ابنة مركز تنطلق في هذه اللحظات إلى المركز الأول Dreambase تطارد إلى ثاني المراكز موضي إلى المركز الثالث من خلفهم دفاع في ظهرها الأول إلى رابع المراكز ونشاهد المحاولات في المركز الخامس للتقدم من الشهيل على ما يبدو هنا لا زالت المنافس ثنائية ثلاثية محبارة التي تحاول ابنة مركز تحاول السيطرة على السياج والانطلاق أولا هنا Dreambase إلى ثاني المراكز محبارة موضي تحاول الاندفاع في هذه الأثناء بينما نشاهد دخول من الوحلة ابنة تجاويد مع نوافل فيروز من الخارج وكذلك سيلفيا تحاول الانطلاق في هذه الأثناء مع الأربعمائة متر الأخيرة محبارة في ثالث حضور لها في المصيف تنطلق إلى المركز الأول وتحاول توسيع الفارق في مانايف العنزي مطمئن على وضع محبارة التي توسع الفارق وتبتعد الفورلونغ الأخير محبارة في ثالث حضور في المصيف والحضور الرابع في سجل السباقي تبتعد 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 ومحبارة ابنة مركز في هذه الأثناء تصل أولا إلى خط النهاية تعلن فوزها بالمركز الأول ألف مبروك إذن محبارة لساعد علي معجب المطيري دربات فوز غريبان والقيادة النايف العنزي تضيف الفوز الأول في سجلها السباقي